المأساة وحدها من تتصاعد في اليمن فإلى جانب الحرب والجوع يخوض اليمنيون معركة أخرى مع الكوليرا فالوباء الذي يواصل حصد أرواح المواطنين منذ أكتوبر الماضي بات يشكل تحديا صعبا للمنظمات والهيئات الصحية التي فقدت قدرتها على السيطرة عليه ومن انتشاره حتى الآن فمن يوم إلى آخر تشهد البلاد ازديادا في عدد الوفيات والمصابين حيث سجل تقرير جديد أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى 1054 حالة منذ أواخر إبريل الماضي في وقت وصلت فيه حالات الاشتباه إلى أكثر من 151 ألف حالة آخر الوفيات بالوباء أعلن عنهم مكتب الصحة في تعز حيث أكد المكتب في بيان له وفاة ثلاثة أشخاص بالكوليرا في اليوم الماضي وقد وصل فيه عدد الحالات المصابة إلى 383 شخصا وبرغم التهديد الكبير الذي يشكله الوباء نتيجة انتشاره في 20 محافظة يمنية إلا أن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة في مواجهة المرض هنا في ريماء البعيدة عن عيون وأيد المنظمات الدولية القريبة من الحديدة مركز وصول المساعدات الإغاثية شواهد كثيرة تترجم الحالة البدائية التي يقاسيها الناس في ظل افتقارهم لمركز صحي وغياب الجهود المطلوبة لمواجهة الوباء بعد تفاقم حالات الوفاة والإصابة والاشتباه وحدها الجهود الشخصية من تقاوم كارثية الوضع الصحي في هذه المناطق المنسية حالات كثيرة في ريف البلاد لا تصلها الكاميرا وقد لا نسمع عنها وهو ما تعجز عن رصده أيضا عيون طواقم الهيئات والمنظمات الصحية عجز المؤسسات الصحية المحلية في مواجهة الوباء دعاها إلى مطالبة الجهات المسؤولة والمنظمات الدولية للعمل على زيادة مساعداتها الطبية خصوصا في ظل ارتفاع أعداد المصابين وحالات الاشتباه ترجمة نانسي قنقر